حل للصراع أم شرعنة للانقلاب؟ سؤال لا تزال إجابته محل سجال داخل صف الشرعية بين مدافع عن اتفاق الرياض كونه مدخلا للسعادة الدولة ومن يراه شرعنة لميليشيا الانتقال فعودة رئيس الوزراء معين عبد الملك في منتصف نوفمبر الماضي إلى عدن لم تحرك الجمود السياسية والعسكرية في اتفاق الرياض بل مثلت وفق وزير النقل صالح الجبواني غطاء لسلطة الانقلاب وتنفيذا لخطة الإمارات نصا وروحا وجعلت الجبواني يتهم في تغريدات له على تويتر رئيس الوزراء بتنفيذ انقلاب جديد ضد الرئيس هادي فيما يبدو فإن اتفاق الرياض يؤسس لانقسام واضح داخل الحكومة حيث يقود بعض الوزراء مثل وزيري الداخلية والنقل رفضا واضحا ضد اتفاق الرياض باعتباره تغطية سعودية على الانقلاب الإماراتي بعدن وقد أكد الجبواني في تصريحات النخيرة له بأن السعودية تستطيع نزع سلاح الميليشيا ويخراج وحداتها العسكرية من عدن بإجراء واحد متمثل بقطع رواتب الميليشيات المتمردة حتى على اتفاق الرياض الوقائع على أرض عدن تؤكد ما ذهب إليه الوزراء المعارضون للاتفاق السعودي حيث سولى المجلس الانتقالي على نحو ثمانية عشر مليار ريال من ميناء الحاويات بعدا ورفض توريدها للبنك المركزي اليمني في الوقت الذي صرح فيه قيادي في المجلس الانتقالي بأن الانفصال قرار لا رجعت فيه وهدد بيعادة الحكومة عبر أي سفينة مواشي وهو ما يضع السفهامات حول جدوى بقاء حكومة لا سلطة لها ولا قرار اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر